إزاي نبقى أصحاب، إزاي نبقى أصدقاء بعد الطلاق لكل ست وكل راجل عارفة إن الموضوع صعب، عارفة إن الموضوع مسهل عارفة إن بتبقى في مشاعر صعبة وفي جروح تبقى طول فترة الجوازة لغاية الانفصال عارفة إن الست بتبقى شايلة مسؤوليات كتير، شايلة مسؤولية ولادها على كتافها فهي اللي بتشوفهم هم زعلانين، وهي اللي بتشوفهم هم بيعياته وهي اللي بتبقى معاهم هم معينين، وهي اللي بتفرح معاهم في نجاحه هي اللي شايلة الليلة، بس في نفس الوقت مع الجروح دي الراجل في النحاة التانية بيبقى بس مجروح إن الست سابته بس كده، هي بتبقى مجروحة بكل ولادها باللي بتشوفوا فيهم، بأحسسهم، بأوجعهم لكن هو كل اللي جرحوا ووجعوا إن الست قررت إن هي تسيبوا وتختار حياة تانية أنا عايزة أوجه رسالة لكل أب، راعي ربنا في الست دي عشان ربنا يكرمك في الجوازة التانية أو التالتة أو الخمسة أو العشر عشان ربنا يكرمك في حياتك عموما وأقول كمان للستات اللي دايما صوتها عالي ومستفزة وتولي الوقت صوتها عالي وبتقول كلام مش حلو على أبو ولادها قدام ولادها وقدام جزء عيب ما يصحش ما هو قال مشكلة إن أنا مش قادرة يجيقوا على الست لإن بيبقى الراجل عامل بلاوي فالست بيعيني بتقول تطفح، بتبقى غصب من عنها، بتشتغل وما بتنامشوا عشان تقدمها صريف ولادها عارفة وحاسة بيكي، أنت جايزتك مش إن هو هيقولك كالترخيرك، أنت بتعملي لربنا يعني أنت لما يعني بتقدي الرسالة دي على أكمل وجه، أنت دا لربنا يعني أنت بتربيهم بما يرضي لله، مش عشانه لكن هنحاول، هنحاول النهار دا، تعالوا كده إيه؟ نبتدي صفحة جديدة تعالوا نبتدي صفحة جديدة وحلوة بما يرضي الله خلاص اللي فات فات، واللي عد عد، والخناء واللي حصل والشتيمة والسب والخناء وكل دا عد خلاص، تعالي كده خدي قراري النهار دا أن أنت تفك البلوك لأب ولادك واتكلميه تقولي له أنا قررت أن احنا نبقى ناس محترمة ونحترم نفسنا عشان ولادنا ويا سيدي لو أنا غلطت معيك أو غلطت في أي كلمة قلتها حقك علي أنا أسفة ما تزعلش مني، أنت أب ولادي، أنت أول راجل كنت أول يعني هاتي الزكريات الحلوة دا أولادنا دول أحلمة في حياتنا، مهما حصل مهما أنا تجوزت مهما أنت تجوزت الستات بتبقى أسكبا، خليك زكية، خليك زكية كده يعني الكلمتين دول لولادك مش ليكي أنت، لولادك، ناخد صفحة جديدة، نتكلم حلو، نتكلم باحترام هو حتى مرة في اتنين في تلاتة هيكسف على دمه، هيقول والله يعني عيب والكلام ريك برضو يا راجل، مش مراتك اللي جنبك دي اللي هتخليك تقطع ولادك مش مراتك دي اللي هتروح تقابل ربنا بعد كيها تقول لها سنة رميت عالي في الشارع عشان كنت متجاوز، ست بحاول أثبت لأم ولادي أن هي أحسن منها وأن هي جرحتني وثبتني، مش هو دا الموضوع، اتجاوز مرة اتنين عشرة اعمل انت عاوزه، بس ولادك هم ولادك، ولو انت خلفت من الستة التانية أو أيا كان فيه ناس عندهم ولاد، الستة بتتجاوز وتخلف والراجل بيتجاوز ويخلف كل دول في الآخر، أنا اللي هقدر، أنا اللي هقدر برجلتي بشخصيتي أخلي ولادي يحبوا بعض سواء من البيت ده أو من البيت ده ما يخلهمش يكرهوا بعض، احنا بنشوف، بنشوف في الجرائد، بنسمع في الأخبار بيقتلوا في بعض عشان تطلعين على غيرة، طلعين على حقد، طالع ان أخويا ده لما جي على وش الدنيا خات حقي، وخات فلوسي، وأبويا رماني أو المخلف، فليه ليه؟ ما هو دا ابني ودي بنتي، ودي بنتي ودي بنتي، فيعني حببوا الولاد في بعض نشيل بقى سلاح العند والاستفزاز والألفاظ، نشيل الكراهية ونشيل الحقد ده كله خلاص، ما فيش حياة بيني وبينك، خلاص مش نهاية العالم ناخد ولادنا في حضننا عشان ربنا يكرمنا، نراعي ربنا شوية في ولادنا يا جماعة مع ستاته ورجالة، كفاية بقى، كفاية، كفاية هم بيشوفوا الويل من هنا وبيشوفوا الويل من هنا، هم زنبهم ايه؟ هم زنبهم ايه في الآخر؟ ولا حاجة أتمنى إن حلقة النهاردة تبقى زي جرز، عارفين جرز ضمير، جرز إلهي اللي هو أخلي بالك وعيالكو هتكرحكو، هتطلع كرهينكو، وهيطلعوا حياتهم مش مستقرة هيتلعوا نفسيا مش مستقرين، هيتلعوا بعد كل اللي انت عملتي عشانه مش إيتي كرهينك عشان بتشتمي طوالوقت على أبوهم، هيروحوا للأب بيجي يقف ولا يعيا في يوم الأيام هقولونوا انت كنت فين، انت كنت فين واحنا صغيرين، انت حابب تسمع الكلمة دي في يوم الأيام بعد ما تجبر ما يغرقش شبابك دلوقتي، بعد ما تجبر وتقعد في البيت وتبقى عيان وكبير ما تيجي تلجأ لابنك اللي انت رميته ده، مش هيقف جنبك ولا هيشوفك هيقولك انت كنت فين لما أنا كنت محتاج لك، فوقوا بقى، ياريتني فوق، نفوق لولادنا ونفوق لربنا ونقرب لربنا عشان يقدر يكرمنا في حياتنا وولادنا أتمنى كنت وصلت الرسالة